قلية مكافحة الخطف جهاز أمن جديد بصلاحيات وإمكانيات واسعة تم تشكيلها مؤخرا نتيجة لتفاقم عمليات الخطف في العاصمة بغداد تمكنت حتى إعداد هذا التقرير من إلقاء القبض على تسع عصابات خطف محترفة لكنها لم تقضي على هذه الظاهرة مع استمرار تصاعد مؤشر عمليات الخطف في عدة مناطق من العاصمة بغداد تم تشكيل قوة ضاربة لمعالجة هذه الحالات وتم تنفيذ وإلقاء القبض على عصابات متخصصة بهذا المجال ومتفننة وتمارس عمليات الخطف داخل العاصمة وتم إلقاء القبض على حوالي تقريبا لحد الآن تسع عصابات محترفة وفي محاولة للاطلاع على حقيقة المخاوف التي يعيش فيها سكنة العاصمة بغداد توجهنا إلى منطقة زيونة هذه المنطقة تعاني منذ عشرة أيام من عمليات خطف متواصلة سنحاول التجوال في هذه المنطقة للتعرف على حقيقة عمليات الخطف وما يجري فيها صاحب مكتب العقار هذا لم يسمح لنا بالدخول إلى مكتبه إلا بعد التأكد من هويتنا وطيلة جلوسنا معه كان يحمل مسدسا لحمايته بعد خطف صاحب مكتب صيرفة ومكتب لبيع العقار ورجل أعمال بالقرب منهم ومساومتهم بمبالغ مالية كبيرة قبل إطلاق سراحهم والله عايشين برعب من ذي الفترة لهاليوم يعني هم مؤمنين حقيقة نحن حقيقة نحن صار ثلاث يام رجعنا نفتح نحن معزلين فهالفترة كلهم معزلين ما نقدر نفتح لما تعرف تقاف للباب ومؤمن بسقاطة وتأكد منه جاي الله تفتح الباب أغلب عمليات الخطف ينفذها أقارب مسؤولين في الدولة أو حماياتهم مستغلين السيارات والباجات الحكومية فمنطقة الكاظمية شهدت عمليات خطف واسعة تورط فيها ابن شقيق وزير النقل باقر جبر الزبيدي تم إلقاء القبض عليه مؤخرا مما دع الزبيدي إلى التبرؤ منه على صفحته الخاصة أما في منطقة زيونة شرق بغداد فقد قام حماية عضو لجنة الأمن في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي بمحاولة خطف أحد رجال الأعمال فيها لو لا تدخل عناصر من الشرطة والمرور كانوا قريبين من الحادث حيث تم إلقاء القبض عليهم وفق شهود عيان البوارحة صارت حالة مزيونة هم شخص معروف يعني حد أملاك الرجل فاستنجد بالشرطة قريبين شنعوا عليها جدت الشرطة لزمتهم سيارة لونها أسود هم دفع رباعي أخذوهم خلوهم مركز الشرطة هم متابعين لشخص والشخص داك جنكرهم ويستخدمون سيارته ويستخدمون الباجات مالته الربيعي أكد في اتصال هاتفي مع الحرة أن العملية لا تعد كونها مشاجرة وأن أفراد حمايته سيحاكمون وفق القانون فيما شدد مدير خلية مكافحة الخطف أنهم لن يرضخوا لأي ضغوط سياسية تعيق عملية القضاء على هذه الظاهرة توجيهات السيد قادر قادر عن قوات مسلحة واضحة وتوجيهات السيد قادر عمليات أيضا واضحة بهذا الصدد أنه إحنا مانلين ولا نهتم لأي جهة هم ينتمون له إحنا بالنسبة لنا نعرف أنه ذول عصابات خطف ويأثرون على راحة المواطنين عمليات الخطف هذه أعادت للأذهان حوادث مشابهة ارتكبتها حمايات قياديين في بعض الكتل السياسية أحمد عرام الحرة بغداد